وسعدت موقعاً أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الجيم سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة ويعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الجيم مزرعة جدي ذهب سكر مع أصدقائه لزيارة جده في المزرعة في المزرعة جمل وحصان وطيور كثيرة كان الجد ينثر الحبوب للدجاج والطيور اقترب جابر من الطيور ورماها بالحجارة تعجب الجد وقال لا يا جابر لا ترمي الطيور بالحجارة فالرفق بالحيوان يدخل الجنان النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الجيم وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من الصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الجيم ثم تنتقل إلى قصة حرف الجيم ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الجيم وتأمل الصور الموجودة فيها من ثم محاولة إعادة سرد قصة حرف الجيم بلغتك الخاصة أما هنا عزيز المفكر الصغير ستتعرف إلى كلمات جديدة تحتوي في صوت اسمها على حرف الجيم وستتعرف على مواضع حرف الجيم في الكلمات بعد ذلك ستنتقل إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الجيم وتمييز صوت حرف الجيم اسم الحرف جيم صوت الحرف ج وأيضا عليك نطق حرف الجيم مع المدود القصيرة الفتحة، الضمة، والكسرة جا، جو، جي ولا تنس أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الجيم مع المدود الطويرة الألف، الواو، الياء، جا، جو، جي وأيضا عليك تجريد حرف الجيم من الكلمات المعروضة أمامك وذلك بوضع دائرة حول حرف الجيم وأيضا عليك أن تساعد الجمل للوصول إلى الواحة وأن تكتب أسماء الأشياء التي في طريقه أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع التالية جا، مي، لي عندما تجمعها سوية تصبح جميلي وكذلك عليك تحليل الكلمات إلى مقاطعها الصوتية ككلمة تاجر المقطع الأول تا المقطع الثاني جي المقطع الثالث رو تاجر ثم عليك تهجئة وقراءة بعض الكلمات والجمل المعروضة أمامك بصوت واضح وسرعة مناسبة جامع جاء جدي زرت جاري وهكذا وآخر مهمة لك عزيز المهتم في درس حرف الجيم هي مهمة مهارة الكتابة في هذه الصفحة عزيز المتواصل عليك تلوين وكتابة حرف الجيم حرف الجيم منفصل في آخر الكلمة وحرف الجيم متصل في آخر الكلمة وحرف الجيم في بداية الكلمة وحرف الجيم في وسط الكلمة هذا كل ما لدينا في درس حرف الجيم لهذا الأسبوع وسعدتم أوقاتاً